وبنجدد التحية مشاهدين الأعزاء مشاهدين شباب شو وختموها ميسك إن شاء الله بيشرفني النهاردة في الستوديو خالد عبد الناصر زميلي عشان ينقذني من دور البرد الرهيب اللي أنا فيه مساء الخير يا إمي وطبعا مساء الخير على كل مشاهدين دلوقتي وآخر فقرة فعلا من فقرات شباب شو وختموها ميسك والنهاردة هنتكلم عن السياحة إيه رأيك بايا يا إمي عن السياحة؟ قولي لنا هنتكلم عن إيه النهاردة؟ النهاردة موضوع فقرتنا جميل جدا هنتكلم عن مصر جميلة وبمما إن مصر جميلة مصر جميلة ليه يا خالد؟ أم الدنيا تفتكر ليه جميلة؟ ليها كمية إبهار رهيبة مش موجودة كفاية المصريين نفسهم إحنا عندنا السياحة مش موجودة كفاية إحنا عندنا بحرين بحر أحمر وبحر متوسط مش موجودة في العالم ده طبعا عشان موقع مصر الاستراتيجي وإن هي مهد للحضرات وبرضو مهد للأديان فده أهلها إن هي مصر تكون من الدول الهيلة جدا في السياحة ومتقدمة جدا في السياحة وعندنا موارد كتير ممكن نقدر نستخدمها صح وهنتكلم النهاردة على الأماكن كمان اللي إحنا ما نعرفهاش في مصر في الأماكن السياحية طبعا فيه أماكن كتير إحنا ما نعرفهاش زي في الفيوم مثلا فيه كسبان رملية دلوقتي في واد الرعيان بيستعملوها في السكيتنج اللي هي التزحلق على الرمال وكمان فيه هدب أسماء الهدب المدورة دي برضو مكان وحواليه مية جميل جدا فيه في طابة أماكن سياحية مش معروفة بيستخدموها في الغوص وبيعملو فيها سكيتنج على المية فيه كمان مكان فراس محمد حلو جدا برضو بالضبط إحنا كده بنتكلم في السياحة الداخلية ودايما بقول إن كورونا جات لنا خلاص معاتش اللي إحنا بنسافر بره فدلوقتي إحنا نسافر جوه ليه نسافر بره؟ مدام نسافر جوه ونشوف ونتمتع بجمال بلدنا يعني على الأقل أنا روحت واحد سيوة وكنت أول مرة روحها كنت بعمل مشروع تخرج فيلم قصير يعني أنا استمتعت الدرجة كبيرة جدا فيه كمان يا إمي من إحنا السياحة العلاجية اللي إحنا كمان بنتعالج في واحد سيوة الناس اللي بتروح تدفي النفسها في رمضة الناس اللي عندها روماتيزم أو عندها مشاكل في العظم هيلة جدا أو مشاكل جلدية بالضبط دهب يمكن من أحلى مدن العالم طبيعة خلابة مش موجودة في أي مكان علشان كده دايما نقول يا جماعة نتفسح الأول في بلدنا ونخرج ونسافر فيها بدل لما نسافر بره وندفع فلوس قد كده كورونا وقفت الدنيا دلوقتي إحنا عادين في بلدنا فنتفسح ونستمتع جدا ببلدنا وطبعا يا خالد انت عارف ان السياحة الداخلية بتعمل تنشيط في كل حاجة في البلد فإحنا لو هتمنا بها هنزود فرص العمالة نزود الإنتاج هنزود حاجات كثير جدا بتسبب أن البلد طبعا اقتصاديا تنهض طبعا زي ما فيه دلوقتي فيه تنمية مستدامة مثلا دلوقتي حصلة التنمية المستدامة ده كانت طبعا الأمم المتحدة منظمة التجارة والتنمية عملت زي اتفاقية ان هي تقدر ترفع العمالة في الدخل القومي انها تزود العمالة لما السياحة بتنشط في كل المجالات حتى كمان دايما بيقول ان احنا نقدر نوصل فكرة بلدنا كسياحة كبيرة جدا من خلالك كمان عن طريق السينما والأفلام ان احنا بنصور في بلدنا وبنبتدي نعرض في جماعة الدول في المهرجانات بنسافر بأفلامنا فاحنا كده بالتالي ان احنا بنصور وبنوريهم الحضارة اللي عندنا في مصر ايه رأيك يا خالد كمان ان احنا نتكلم عن حاجة حلوة جدا هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة السياحة في أفريقيا بما ان مصر طبعا دولة أفريقية وأفريقيا هي تاني قرر في العالم من حيث السكان فطبعا أفريقيا فيها طبيعة هيلة فيها أماكن صحراوية وفيها غابات وفيها كمان أماكن كتير حلوة جدا وفيه طبعا المطبخ الأفريقية بالضبط لأ المطبخ ده حاجة تانية خالص لأ ما تكلمنيش فيه دلوقت فيه زي فيه مكان برضو في أفريقيا دولة مهمة جدا في السياحة زي المغرب بتستقبل كل سنة تخيل عشرة مليون سائح فطبعا ده بيفرق معها في الاقتصاد جدا يعني طبعا عشان هي عندها طبيعة حلوة جدا طبعا خلابة فيها صحاري وفيها غابات وفيها أماكن كتير وطبعا عاملين هناك تسهيلات كتير للسياحة بالضبط وده اللي احنا منتكلم فيه يا ريت الدولة انها تنشط السياحة عندنا أكتر يعني لو هنتكلم طب احنا ازاي نقدر ننشط السياحة طبعا الرئيس عبدالفتاح السيسي بكمية المؤتمرات الرهيبة اللي بيعملها في مدينة شرمي الشيخ كمان المهرجانات الأفلام والدراما لها عامل كبير جدا فيه تنشط السياحة والوعي للشعب المصري فبالتالي دي أساليب كتير جدا نقدر وممكن كمان نعمل زي أوروبا نسهل السياحة بين الدول الأفريقية ان احنا نعمل زي قطر مثلا قطر بيتنقل بين الدول الأفريقية ان احنا نقدر عن طريقه نتنقل من بلد للتانية يا ريت اتمنى اتمنى في 21 اتمنى في 21 ان هو يحصل الحاجة ان شاء الله والنهاردة اتبسطنا معاك جدا واتبسطت معاك يا خالد جدا انا اتبسطت جدا معاك ويا رب نكون خفاف على قلبك وقدرنا نمتع الناس حتى لو بمعلومة بسيطة جدا ويا رب الحلقة تكون عجبتك ومصر جميلة يا رب اشكركم مشاهدينا ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من شباب شوف حفظ الله اتحايا مني أنا خراد عبد الناصر وإيمان ممدوح سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة